المخطوطات القديمة والوثائق التاريخية وحتى الصور والقصاصات الموروثة عن الأجداد كلها مهددة بالتلف مع مرور الوقت لكن الخبر الجميل أننا نقدر نحافظ عليها بالترميم والصيانة دارة الملك عبدالعزيز عندهم خدمة مميزة اسمها ترميم ويقدمونها من خلال مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية ترميم الوثائق والمخطوطات ببساطة هو عملية عصرية لمكافحة الآفات بأيدي خبراء ومتخصصين من أجل المحافظة على المواد التاريخية وإعادتها إلى حالتها الطبيعية وهالخدمة موجهة للجهات الحكومية والخاصة والأفراد اللي عندهم مكتبات وأرشيفات ووثائق تاريخية وشخصية قديمة تبدأ العملية بفحص وتسجيل حالة الوثائق والمواد اللي تحتاج للترميم ثم التنظيف الجاف لإزالة العوالق والأتربة والفطريات قبل الترميم ويشمل الترميم سد الثقوب بمادة مخصصة لها لون مثل لون الورق وإكمال الأجزاء المتآكلة الخدمة بدأت عام 2005 واستفادت منها جهات كثيرة في صيانة مخطوطاتهم اللي كانت تتلف مع مرور الوقت تقدر تطلب خدمة الترميم اليوم عبر الصفحة المخصصة مع خدمة الترميم الوثائق والمخطوطات تبقى لأجيال دريت عن هالخدمة خل غيرك يدري تدري عن هالخدمة مبادرة من برنامج جسر لرفع الوعي بالخدمات الحكومية الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر